اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضين ده كده جهاز الانجريفر اللي كنت وعدتكم قبل كده نقدم عنه حلقة خلينا نشوف بيعمل ايه و ايه هي مميزاته و ايه هي عيوبه الانجريفر يعني النحات او النقاش لانه بينقش على الاسطح الصلبة الجهاز بيشتغل بالتردد مش بالدوران يعني بيدخل ويطلع حوالي 7200 مرة في الدقيقة من كتر سرعته ما تحسش انه بيتحرك اصلا بيحفر بقى على المعادن على الجلد الأدوات الحجر البلاستيك وحتى البورسلين والسراميك فخلونا نجرب الانجريفر ونشوف هيعمل لنا ايه طبعة البونت مختلف ومقاسات مختلفة كلمة مع بعضينا على ورق ستيكر استعمال الكتر هشيل اول كلمة وهلزقها على طرف البطارية مثلا اشغل الانجريفر على سرعة وسط انه بلاستيك مش صخر وابدأ بقى امشي بدقة على الحروف جهاز كأنه ازميل حاد جدا بينقش لي على البلاستيك ايه اللي عبت؟ هيتبع لي اسم القناة على البطارية بصورة غير قابلة للازالة نشيل بقى الورقة الملزوقة اوه مع بعضينا منوارة فوق البطارية حفرت كمان على المسطرة الالمونيوم الجديدة دي والمسلس القائم العجيب وحتى كمان الازميل اللي بحبه وادي الكروس كات بتاع كريك وكتبت اسمي على صندوق القطة وكمان مرة اسمي على متر الاياس كل عدة الورشة هيتكتب عليها اسم القناة وحتبقى غير قابلة للاستبدال او السرقة جبرت يا معلمين تقدر بقى لو ايدك حساسة تستعمل الانجريفر كمشروع صغير للحفر على المعدن زي مثلا كتابة اسمك واسم من تحب احفر اسمك للأبد على ساعتك خلي عدتك غير قابلة للبدل تفاهمين طبعا قصدي احلى واهم ميزة فيه انه امن جدا يعني لو ايدي خبطت في طرفه مفيش اي مشكلة عشان كده بننصح به للشباب الصغير لتنمية المواهب لكن عيب الجهاز الوحيد انه زيه زي كل اجهزة الحفر اللي في الكوكب صوته مزعج اقل طبعا من الروتر او العفريت انما صوته يعتبر عالي مهم تعرفين احنا مش بنطلب منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم كلا عادة مش حصيكم عليكم الشير وان شاء الله نتقابل على خير السلام عليكم